وللمتابع ينضم ولينا من القامش لإبراهيم الثلاجة عضو الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية أهلا بك معنا سيد إبراهيم أعلنتم إذن بدأ ساعة الصفر في معركتكم ضد داعش كم ستستغرق هذه المعركة معركة الجيب الأخير لداعش طبعا هو من الناحية العسكرية الصرفة تعتبر معركة الباغوز هي من المعارك العسكرية الأخيرة بأنه من ناحية التموضع العسكري العملياتي تعتبر منطقة الباغوز هي التمركز الأخير لداعش طبعا حرصت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي على أن لا يكون هناك ضحايا مدنيين في هذه المعارك واتسمت هذه المعارك منذ بدء معارك شرق الفرات بالبطء حرصا على المدنيين جاء في الفتر الأخير أنه حتى أن قوات سوريا الديمقراطية أجلت عمليات الباغوز إلى أن انطلقت مساء أمس حرصا على خروج مدنيين من هذه المنطقة انطلقت هذه العمليات نتمنى أن تكون هذه العمليات دقيقة جدا أن تكون حريصة على أرواح المدنيين الباغوز هي ليست منطقة كبيرة هي قرية ستحسم هذه المعركة قريبا جدا من ناحية أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف تم التحضيل لهذه المعركة بشكل جيد جدا أيضا نحن نتوجه إلى قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف أن تكون حريصة جدا على المدنيين كان في أمال خلال الفترة مرضية لداعش نعم نعم في حال حققتم أهداف هذه المعركة خطة ما بعد المعركة ما بعد أن أجليتم تنظيم داعش من الباغوز ماذا بعد؟ طبعا نحن نقول العمليات الستراتيجية الأساسية العسكرية انتهت تبقى العمليات التكتيكية الحديث الذي لدينا نحن نقول أنه داعش سيبقى موجود على شكل خلايا على شكل تنظيمات سرية وهذا الأمر يتطلب جهود عالية جدا من ناحية قوات التحالف من ناحية قوات سوريا الديمقراطية وهذا أذن يتطلب جهود من كل مكونات المنطقة على أن يتم الحرص أن لا يرجع هذا التنظيم أن يتم القضاء حتى على الخلايا النائمة لديه نحن نتأمل في المرحلة القادمة أن يتم تقديم دعم لقوات سوريا الديمقراطية الدعم الأمني الدعم اللوجستي أيضا من ناحية القضاء على التنظيم فكريا تنظيميا لأن هذا التنظيم قبل أن يكون تنظيم عسكري هو تنظيم فكري علينا أن نكون حريصين كل مكونات المنطقة وصلت الفكرة أشكرك جزيل الشكر نعم إبراهيم الثلاجة عضو الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية كنت معنا من القامشلي شكرا جزيلا لك موسيقى